النهاردة شفنا وجوده مع رئيس النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب والمشرف العام على كرة القدم كابتن حسام غالي كان موجود نائب كابتن خطيب في الإشراف على كرة القدم أيضا كان موجود كابتن محسن صالح وكابتن زكريا ناصف وكان أمير توفيق ثم كابتن سيد عبد الحفيز كابتن سامي أمصان الجميع كان متواجد زي ما حضراتكم شايفين إن شاء الله برضو بكرة على الهواء مباشرة قناة الأهلي حتنقل حتنقل لحضراتكم وقائع المؤتمر الصحفي لتقديم الجهاز الفني الجديد ومرسل كولر كمديرا فنيا للنادي الأهلي مهم جدا أننا كنت أتكلم مع حضراتكم في هذه الأمور لأنها كلها أمور خاصة بالكلام الفترة اللي جاي إيه اللي حيحصل الفترة اللي جاي مع الراجل ده؟ إيه اللي حيحصل؟ هل حتم محاربته أو الكلام عليه من الإعلام الغير محايد؟ حمايته هو مسؤولية حضرتك مسؤولية حضرتك كجمهور للنادي الأهلي حمايته الآن لما نشوف أنا كإدارة وكلجنة كورة ولجنة تخطيط قدرت تختار سيرة ذاتية قوية جدا تستطيع أن تقود النادي الأهلي لكن أنا كإدارة ما عنديش حاجة تانية يعملها أنا خلاص اخترت وهو ده الرجل اللي حيقود النادي الأهلي خلال السنتين القادمتين وبالتالي أنا كجمهور مفروض أن أنا أعمل إيه؟ خلاص دورك هنا أن أنا أدعم وأثق في إدارتي وشجع نادية وبأحماية للمدرب بتاعي خلال الفترة اللي جاية من الإشعاعات ومن أن أنا صدق كل كلام بيتقال أو أي كلام بيتقال زي ما حضرتك شفت أدي حاجتين اتقالوا من يوم الجمعة للنهاردة فنتهم لحضرتك وقلتلك هم ليه بيقولوا كده عن الراجل إنه هو بقاله سنتين الراجل بيحب التسلق وقع رجليه وجعته عمل عمليتين تلاتة في رجبته أو في رجله وبالتالي ما كانش قادر ينزل يمرن الناس هينزل يقعد يعمل الناس كده يعني مثلاً ولا إيه؟ زي ما كان ميستر مانويل بيقلد كابتر حساب لا هو هو الراجل ما كانش قادر يمشي أساساً والحاجات دي طيب أنت بتقول أي كلامي عن الإسلام طيب حضرتك خش على الجوجل وشوف هل الكلام اللي أنا بقوله ده صح ولا غلط بس موضوع بسيط مش محتاج كل ده فعودة ميشيل ينكن أيضاً إلى حراسة المرمى في النادي الأهلي أعتقد دي بتفرح جزء كبير من جمهور النادي الأهلي بقاء كابتن سيد عبد الحفيز بيفرح الجزء الأكبر من جمهور النادي الأهلي بقاء كابتن سامي أمصان الناس كلها مبسوطة بوجود كابتن سامي أمصان أعتقد أن خلاص كده مع إن شاء الله خلال الأيام القادمة مش عايزة أقول إمتى لأنه ممكن كل حاجة تحصل لكن خلال الأيام القادمة سيتم الإعلان رسمياً عن الصفقات اللي جابها النادي الأهلي فبعد إذن حضراتكم دورنا دلوقتي أنا واحد من حضراتكم أهو أنا مش هتكلم على مدرب ولا حاجة ولا أعمل أي حاجة لكن أنا دوري هتبقى أحماية هذا المدير الفني لغاية لما نشوف مطشين ثلاثة أربعة خمسة ستة يعدوا نشوف الرجل ده بيشتغل إزاي بيعمل إيه التاكتك اللي بيلعب به إزاي وحنفضل دايماً في ظهره وحنفضل وقفين معاه هو ده الفارق الكبير جداً جداً ما بين جمهور النادي الأهلي وأي حد تاني جمهور النادي الأهلي حضرتك بتبقى واثق أنا عارف الكلام اللي أنا بقوله ده جمهور النادي الأهلي بيقولوا لبعضه بينهم وبين بعض يعني بيقولوا لبعض لكن بعض من لا يشجع ند الأهلي اللي بيقودوا يتفرجوا عشان يختاروا الحاجات ويبنوا عليها بقولهم إيه بقولهم مش هتعرفوا من دلوقتي إن انتوا تخبطوا في الراجل لأن كل كلمة هتقولوها هو معروف إنه هو كلام كاذب والغرض منه هو تفتيس الراجل زي ما بيتقال تفتيس الراجل خلص على الراجل قبل ما ييجي ولكن سيظل دايماً جمهور النادي الأهلي وأعلام النادي الأهلي في ظهر إدارته وفي ظهر مجلس إدارته أنا آسف وفي ظهر الجهاز الفني وفي ظهر لعبته وحنفضل نحميهم خلال الفترة اللي جاي أول مطش رسمي أعتقد يوم 17 يوم حاجة 10 17 18 حيكون في أفريقيا إن شاء الله ربنا يكرمنا والدنيا تبقى كويسة المعسكر نشوف هيحصل فيه إيه خلال الفترة اللي جاية وبعد كده نبتدي بقى إيه نقيم الأمور خلال الفترات القادمة